وعقب مغادرته الأردن توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي العهد السعودي في أنقرة وهي ثالث محطات جولته بعد مصر والأردن وتأتي هذه الزيارة في وقت تستعد فيه السعودية لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المقبل وكان أردوغان قد زار السعودية في نيسان الماضي بهدف دفع العلاقات الثنائية بين البلدين